السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكل من تشوف هالفيديو تنتمنى تكونوا باخير وإلى خير وتحياتي لجميع المتتبعين ديال القناة معاكم خدكم وصحبتكم رابعة في فيديو جديد واليوم ان شاء الله هالبنات في هاد الفيديو عن نزليكم وحد الوصفة زوينة للرزق وحد الوصفة خطيرة وفعالة بالنسبة للناس اللي تيعانيوا من الحاجة وتيعانيوا من الفقر ومنقلة البركة في المنازل ديالهم فهاد الوصفة هاليا لبنات را ما نحتاش نشكرها لكم راها رائعة جدا جدا في جلب الرزق عفوا البيت ديالكم او الدار ديالكم او المنزل ديالكم راها خطيرة انتو ما غتجربوها بنفسكم وغتردو لي الخبار كيفاش غتولي الحالة المادية ديالكم وفي نفس الوقتة لبنات هاد الوصفة ساهلة تنحتاجوا لها بيضة واحدة فقط تنذيروها بالبيضة وكيفما كتعرفوها البنات كيفما سبقوا وغتليكم فالبيض عنده واحد الطاقة رهيبة اي حاجة قريناها عليه او اي حاجة اكتبناها عليه فهي تتطبق في ارض الواقع لان عنده واحد الطاقة تتنعاكس على الواقع سواء في وصفة المحبة او في وصفة الرزق او في اي جانب راه البيض كيعطينا واحد نتيجة غزالة غزالة بزاف ولكن بشرط البنات هذا البيض البيضة اللي عن خدمو بيها ما تكونش ضخله للتلاجة هادي اول شرط اول حاجة ما تكونش في تلاجة ماشي غير على هاد الوصفة هادي ولكن جميع الوصفات اللي تتخدموهم بالبيض البيض ما يكونش في تلاجة لأنه اللي دخلت التلاجة تتموت الطاقة روحية دياله هادي اول حاجة ثاني حاجة ما تكونش مشقة لأن البيضة يلا تتشقق تتشقق سافي تتبطل المفعول ديالها وتتموت وما تتبقاش عندها طاقة هادو شروط أساسية والغسل ديال البيضة ضروري قبل من الوصفة تنغسلوا البيضة وتنشفوها عاد تنخدموا بيها الوصفة ديالنا فأول حاجة كيف مما قلنا البنات تنضفو البيضة ديالنا وتناخدو هنا تناخدو شي طاسة ونديرو فيها واحد الكمية ديال الماء في واحد الإناء الماء ما يكونش الماء العادي ديال الروبيني ديرو الماء اللي عندكم الماء ديال الشتاء ديروه كان الماء ديال زمزم أحسن كان الماء ما كانش متغفر لكم الماء ديال زمزم والماء ديال الشتاء ديرو الماء المعديني هادو ثلاثة البنات سواء الماء المعديني أو الماء ديال الشتاء أو الماء تع زمزم اللي عندكم خدموا به المهم ما تديروش الماء تع الروبيني تناخدو البيضة ديالنا وتنديروها وسط هاد الماء بهاد الطريقة وتنديروها نجموها أول حاجة هي أننا تنجموها هاد البيضة هادي تنجموها المدة ديال ثلثيام تطلعوها للنجوم المدة ديال ثلثيام هادي حاجة ضرورية أنها خصها تنجم بعدما تنجموها تنهبطوها للمدة ثلثيام تنهبطوها من السطح وتنقرأو عليها هاد آيات الرزق هاد آيات الرزق لبنات عنخليهم لكم في صندوق الوصف أنا عنقولهم لكم دابة غادي نتقرأوهم على البيضة وهي وسلمة الآية اللولة اللي تنقرأو البنات هي هاد الآية هادي من سورة البقارة القرأية البنات ديال آيات تكون بصوت مسموع ما تقرأوش في نفسكم حتقرأوها بصوت مسموع الآية اللولة هي لتنقرأوها هي الآية 145 من سورة البقارة وهي هاد الآية هادي من دا الذي يقرض الله قرداً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون هذه هي الآية اللولة التي تنقرأ البنات على هذه البيضة وندوز الآية الثانية الآية الثانية البنات هي الآية 52 من صورة الزومر الآية هي أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون هذه الآية 52 من صورة الزومر وكينا عاود تنقرأ الآية جوج احتل ثلاثة من صورة الطلاق تنقولوا تنقرأ ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه من حيث لا يحتسب هذه احتهي تنقرأها هذه الآية الثالثة ودائماً بصوت مسموع مش مرتفع بزاف ولكن يكون الصوت مسموع وهذه الآية هذه البنات من صورة نوح وكيف ما قلت لكم هذ الآية كاملين اللي غدين تقرأوا نخليهم لكم في صندوق الوصف تتقرأوا هذه الآية فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صافية البنات هذو هما آيات الرزق اللي تتقرأوا على البيضة هذ الآية كاملين تتقرأوا هم متابعين على البيضة وهي وسط الماء وكيف ما قلت لكم ما يكونش الماء العادي هذا شرط ضروري من بعد البنات تم ناخدوا البيضة دياننا ونجيبوا واحد الطرف ديال بابري أليمينيوم ونلفوها نلفو البيضة بهذه الطريقة من بعد ما نلفوها لبنات هنشعلوا المجمر ولكن واحد قضية ما غديروهاش في الجمر هتخليو هاداك المجمر هتعمرو عليه بعدها الفحم مزيان فاخر مزيان وعتخليوه حتى يولي على شكل رماد حتى يبدأ يبرد عاد عددخلو وسطه هاد البيضة فهمتوني يا البنات ما تديروش البيضة وسط المجمر هو شاعل بزيف طيب هاداك الرماد حتى يولي الفحم على شكل رماد عاد عدددخلو هاد البيضة هادي وتغطيو عليها وتخليوها الطيب على خاطرها هاد شي اللي عنديرو بهاد البيضة عايب قاعدنا هاد الماء البنات هاد الماء هاد موهم بزيف بزيف هاد الماء هاد هاد الماء تناخدوه وتنقربوه عند فمنا وتنقروا عليه هاد الدعاء تنقروا هاد الجملة هادي سبعة ديال المرات اللهم ارزقني حلالا طيبا فنقروا ها عليه سبعة تاع المرات وانتو ما تتعاودوها اللهم ارزقني حلالا طيبا اللهم ارزقني حلالا طيبا حتى تكملوا سبعة تاع المرات وكيف ما قلت ليكم الماء يكون قريب من فمكم ما يكونش بعيد ضروري تقربوا الماء هدى الفم ديالكم وتقروا عليه سبعة المرات هاد الدعاء من بعد البنات ما تنقروا عليه وانسالي تنجيبوا واحد البخاخ تنظن را كل شي تيعرفوا هادك اللي تترش بيه الماء تتجيبوا را تيتبع في المحالات تتجيبوه وتديرو فيه هاد الماء هذا تتوضعو فيه هاد الماء هاد الماء البنات غتترشو بيه جميع النواحي في الدار إلا الحمام وطوالت البلايس اللي فيهم الماجاري ما تقيسوهمش ترشو في الصالون في وسط الدار في جميع في بيت النعاس ديالكم في جميع البيوت اللي في الدار كلهم ترشو فيهم هاد الماء هادا وتركزو على ركاني لقنات لقنات ديال الدار كلهم ترشوهم بهاد الماء كيف ما قلت لكم هاد الماء راه موهم بزاف هاد الوصفة بعد ما نكملو رشان البنات الماء كامل نرشوه على الدار ديالنا ناخدو الرماد ديال البيضة او البقايا ديال البيضة ونديوها نرميوها في شي جريدة اللي تكون قية وخضرة سافي هادي هي الوصفة غزالة غزالة البنات غادي نتشوفو كيفاش غتتحول الحالة ديالكم المادية وغتتحسن بإذن الله تعالى هادي هي الوصفة ديال اليوم هاد اول فيديو تاع اليوم تنتمنى يكون عجبكم وتنتمنى انكم طبقوا هاد الوصفة الى كنتو فعلا محتاجين لها وشكرا لكم بزاف بزاف على التتبع وما تنساونيش البنات من اللايكات وما تنساوش كذلك البنات البارتاج باش تزيدوا تشجعوني البنات وهذا ما كان وبسلام عليكم الى الفيديو المقبل ان شاء الله